بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد موضوعنا في هذا اليوم هو ماذا بعد رمضان أي ما هي العبادات المطلوب فعلها بعد انتهاء الإنسان من صيام رمضان الله تبارك وتعالى أكرم عباده المؤمنين بهذا الشهر الكريم شهر رمضان بصيامه وقيامه وقد قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وشرع لهم عبادات بعد رمضان منها التكبير ليلة العيد إلى انتهاء الصلاة العيد فيشرع للمسلم بعد ثبوت انتهاء شهر رمضان وذلك بغروب شمس آخر يوم من رمضان إما بإكماله الثلاثين أو بثبوت رؤية الهلال ليلة الثلاثين فيسن للإنسان أن يشغل بالتكبير أن يكبر الله جل وعلا كما جاء في قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فينشغل الإنسان بالتكبيرات في ليلة العيد وبعد صلاة الفجر إلى أن تقام صلاة العيد وقد ورد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته متفق عليه ويستحب للرجال الجهر بالتكبير وقد جاء في هذا الحديث الذي مر بنا حديث أم عطية أن الرجال يكبرون فيكبر النساء بتكبيرهم أي بعدهم ولا يرفعن أصواتهم وروا روية عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا غد يوم الفطر ويوم الإضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى ثم يكبر حتى يأتي الإمام رواه الدار قطني وصححه وصيغ التكبير كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إما التكبير ثلاث أو ثنتين أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وقد جاء عن شريك قال قلت لأبي إسحاق كيف كان يكبر علي وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال كان يقولان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد رواهما ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد جيد فأي ما فعل الإنسان من الصغتين فهو صحيح ومشروع فيشغل الإنسان لسانه وفكره بهذا التكبير وهو يشغل قلبه بمعنى هذا التكبير وقد قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله ينبغي للإنسان عند التكبير أن يستشعر بأنه يعظم الله تعالى بقلبه ولسانه وأنه بنعمة الله عليه وهدايته إياه صار في المحل الأعلى الأرفع فالله جل وعلا هو الأكبر من كل شيء وأنت عندما تكبره إنما تكتسب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى على ذكرك له وتكبيرك وإعظامك وإجلالك لله جل وعلا فيشغل الناس ألسنتهم وأوقاتهم ومجالسهم وأحوالهم كلها ليلة العيد بذكر الله ومن ذلك التكبير فهذا هو وقته فيكثر الإنسان من تكبير الله جل وعلا على تلكم الصيغة التي ذكرناها الأمر الثاني مما يشرع بعد رمضان زكاة الفطر زكاة الفطر هي زكاة للبدن هذا البدن الذي صام ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين يوما قد يكون حصل له شيء من التقصير والهفوات والزلات فالإنسان يخرج زكاة الفطر طهرة له مما علق به من خطأ وزلل وقد قال عليه الصلاة والسلام في زكاة الفطر إنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فيخرجها الإنسان ليزكي بدنه ويطهره مما علق به من تقصير أو إهمال أو خطأ وقع في وقت صيامه وهي صدقة مقدرة عن كل مسلم صغير أو كبير رجل أو امرأة حر أو عبد ومقدارها صاع من الطعام الذي يعتاد أهل البلد اغتياته والدخاره بحسب كل أهل بلد الذين عادتهم القمح يخرجون زكاتهم من القمح والذين عادتهم طعامهم واغتياتهم هو الأرز يخرجون من الأرز والذين عادتوا قوتهم هو الذرة أو الدخن يخرجون من ذلك وهكذا وهي تخرج ليلة العيد أو قبل صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر وهي تعطى للفقراء والمساكين وهي فرض وواجب وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد متفق عليه فلمشروعيتها حكم أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وأنها طعمة للمساكين الذين يكونون في يوم العيد يحتاجون أن يشارك الناس فرحتهم بيوم العيد فيعطون من هذه الزكاة لألا تنشغل نفوسهم وخواطرهم بتحصيل طعام في يوم العيد حيث يكون مؤمنا وموجودا ومتوفرا لديهم فلا ينشغلون عن فرحهم بيوم العيد وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات رواه أبو داود فهي واجبة على كل إنسان قادر يتوفر عنده شيء يفضل عن حاجته وحاجة من يعوله يوم العيد فإذا توفر عند الإنسان ولو كان فقيرا ما يكفيه يوم العيد وزاد عن ذلك شيء فيزمه أن يخرج زكاة الفطر عنه وعن من يعوله من زوجة وأولاد وما يكون عنده من من ينفق عليهم من من تجب عليه نفقتهم فيخرج زكاة الفطر عن كل واحد صاع والصاع أربعة أمداد والمد هو ملء كفي الرجل المعتدل ويقدر بثلاث لترات ونحو ذلك من أنواع الطعام التي تقتات من الرز أو من القمح أو من التمر أو من الزبيب أو من الأقط أو نحو ذلك مما عادة أهل البلد اتخاذه قوة رسميا لهم الأمر الثالث مما يشرع بعد العيد صلاة العيد صلاة العيد هي فرض كفاية تجب على المسلمين يجب على المسلمين أن يصلوا العيد وإذا أنهم أهملوها وضيعوها فإنهم يأثمون جميعا وهي تجب على كل مسلم تجب على الرجال وتشرع للنساء وقد مر بنا في حديث أم عطية أنها قالت كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها وحتى يخرج الحيض فيكن خلف الناس يعني في مكان منعزل عن مكان الصلاة لألا يلوثنا المصلى فيكبرنا بتكبيرهم ويدعونا بدعائهم يرجونا بركة ذلك اليوم وطهرته متفق عليه فيسمعنا دعوة المسلمين ويؤمننا على دعائهم ويشاركنهم في الأجر بما يتنزل من الرحمات من عند الله تعالى على المصلين فينبغي للناس أن يحرصوا على حضور هذه الصلاة وعدم تضييعها والاحتمالات ما قد يحصل هذا العام من عدم إتاحة الفرصة لصلاتها في المصليات فيصليها الناس في منازلهم كل إنسان يصلي بأهل بيته في منزله من أبنائه ونسائه ومن يعولهم ممن يكونون عنده في منزله فيصلون صلاة العيد ويشرع الأكل قبل صلاة العيد في صلاة عيد الفطر فيشرع للإنسان أن يفطر على تمرات وطرا كما كان رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يعد يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وطرا رواه البخاري وأما في صلاة عيد العضحى فإن الإنسان السنة في حقه أن لا يأكل شيئا ولا يفطر حتى يذبح أضحيته ويأكل منها أي من أضحيته ويسن للمأمومين التبكير إلى صلاة العيد بعد الفجر والانشغال بتكبير الله جل وعلا في انتظار قامة الصلاة وصلاة العيد وقتها يبدأ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي بعد طلوع الشمس بحوالي ربع ساعة أو قريبا من ذلك لأنما قبل ذلك يعتبر وقت نهي ولا تصح الصلاة فيه ويخرج الإنسان لصلاة العيد في من طريق ويرجع من طريق أخرى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق كما رواه البخاري والسنة أن تقام صلاة العيد في صحراء في مصلى العيد خارج العمران كما روا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والإضحاء إلى المصلى متفق عليه ويجوز أن يستخلف الإمام من يصلي بالضعفاء كالشيوخ والمرضى الذين يشق عليهم الذهاب إلى المصلى لبعده عنهم فيصلي بهم في المسجد داخل الحي أو داخل البلد وقد فعل ذلك علي رضي الله عنه عندما استخلف أبا مسعود العنصاري رضي الله تعالى عنه كما رواه الشافعي بإسناد صحيح والسنة هي تأخير صلاة عيد الفطر حتى يتمكن الناس من إخراج الزكاة ولا يستعجلون بها والمبادرة هو التبكير بصلاة عيد الأضحاء لعجل أن يتمكن الناس من ذبح أضاحيهم فعند أول وقت الصلاة يصلي صلاة عيد الأضحاء أي بعد انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس بربع ساعة يصلون صلاة عيد الأضحاء وأما الفطر فالأفضل أن يتأخر قليلا ليتمكن الناس من إيصال زكاة الفطر للمستحقين ويسن في صلاة العيد لكل مصل أن يلبس أحسن ثيابه وهذا بالنسبة للرجال وأن يتطيب ويغتسل ويستاك ويظهر بمظهر حسن ويظهر عليه الخشوع والخضوع والتذلل لله تعالى في ذهابه للصلاة وفي إيابه وعما النساء فلا يجوز لهن أن يتزين ولا يتطيبن ولا يغشين أماكن الرجال وإنما يبتعدن عن أماكن الرجال ولا يكون لهن روائح لألا تلفت عنظار الرجال إليهن وصلاة العيد هي ركعتان كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم إضحى أو فطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما فليس هناك نافلة قبل صلاة العيد ولا بعد صلاة العيد في المصلى وإنما يكتفي بصلاة ركعتين فقط يكبر في الركعة الأولى تكبيرة الإحرام وهذه التكبيرة هي ركن ثم يكبر بعدها ستة تكبيرات وهذه التكبيرات الست هي من السنن بعد التكبيرة الأولى يدعو دعاء الاستفتاح وبعد التكبيرات الست يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها بسبح في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية يقرأ بالغاشية أو يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر واذا قام الامام للركعة الثانية وكبر تكبرة القيام فانه يكبر بعدها خمسة تكبيرات وهي من السنن لو ان الانسان نسيها او الامام نسيها فانه لا حرج عليه في ذلك ويسن للامام ان يجهر بالقراءة في صلاة العيدين لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم فانه كان يجهر في القراءة بالفاتحة والسورة بعدها وبعد الصلاة يخطب الامام خطبة العيد وهي من الاعمال التي لا يزم الانسان ان يجلس وينتظرها ولا يأثم لو خرج وتركها لانها ليس كصلاة الجمعة صلاة الجمعة يجب على الانسان ان يستمع وينصد واما خطبة صلاة العيد فلا يزمه ذلك وانما يجوز له لو غادر المسجد لكن الجلوس لها والاستماع لها فيه خير كثير ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على ان يخرج النساء حتى من لا صلاة لها لاجل ماذا لاجل ان تشهد دعوة المسلمين وتشاركهم في التأمين على الدعاء لان هذا وقت مبارك تتنزل فيه الخيرات والرحمات والبركات من عند الله تعالى وخطبة العيد تكون بعد الصلاة كما جاء عن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا عذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فعمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن متفق عليه فهذا هديو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أن المقصود من هذا الاجتماع هو الاستفادة من التوجهات الواردة في هذه الخطبة لأجل أن يطبقها الإنسان في حياته لأن المشروع في هذه الخطبة أن تكون فيما يحتاجه الناس في مثل يوم العيد مما يحتاجونه من أعمال كأن يذكرهم بقضاء الصيام وصيام النوافل ونحو ذلك وفي عيد الأضحى يبين لهم أحكام الأضاحي وما يتعلق بذلك وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة متفق عليه فيستحب للإمام أن ينتهز فرصة هذا الاجتماع الذي يشمل أهل المدينة أو أهل القرية كلهم في يعظهم بما يناسب حالهم ويوصيهم بما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم ويحذرهم مما يتوقع أن يصادفهم من البلايا أو المصائب أو الأخطار ونحوها ومن الأمور المشروعة بعد صيام رمضان أو بعد رمضان من كان قد أفطر في رمضان بسبب سفر أو مرض أو حيض أو نفاس بالنسبة للنساء فإنه يشرع له المبادرة للقضاء ليكتمل له شهر رمضان فيبادر الإنسان بقضاء الواجب عليه لإبراء ذمته ولأجل أن يتنفل بالصيام وقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإن أخر القضاء إلى ما بعد ذلك قبل أن يأتي رمضان القادم فلا حرج عليه لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط لأنه لا يدري ما يفاجئه به الأجل والأيام القادمة ويشرع لكل مسلم صيام ستة أيام من شوال بعد إتمامه لشهر رمضان أداء وقضاء فإذا كان الإنسان أفطر أيام من رمضان يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم الست من شوال ومن لم يكن عليه قضاء فإن الأفضل في حقه أن يبادر بصيام ستة أيام من شوال بعد يوم العيد وأن تكون متتابعة هذا هو الأكمل والأفضل وإن صامها متفرقة أو صامها متأخرة عن يوم العيد بأسبوع أو نحو ذلك لا حرج في ذلك المهم أن تكون في شهر شوال وقد قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يعني إذا صام الإنسان رمضان كأنه صام عشرة أشهر وإذا صام ستة أيام كأنه صام ستين يوما المجموع عشرة أشهر وستين يوم اثنى عشر شهر فيكون الإنسان كأنه صام السنة كلها لأن الله تعالى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة فالله جل وعلا يضاعف للعبد الذي يصوم أعماله ومن ذلك أن يصوم ستة أيام كأنه صام ستين يوما فيكون كأنه صام السنة كلها فيحرص الإنسان على صيام هذه الأيام ومن الأمور التي ينبغي للإنسان الذي أكرمه الله ووفقه وهدى لصيام رمضان وهو قد جرب لذة الطاعة وتربى على حسن التعبد لله عليه أن يعقد العزم على أن يبقى دائما ملازما لطاعة الله وحريصا على كل خير يقربه إلى الله فلا ينقطع عن الأعمال الصالحة بعد رمضان وإذا جاء العيد ظن نفسه أنه قد انتهى والمطلوب منه قد أداه وانتهى لا الله تبارك وتعالى يقول ولا تكونك التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا فبعض الناس إذا انتهى رمضان عاد إلى ما كان عليه من الإهمال للمحافظة على الصلوات الواجبة في أوقاتها مع الجماعة ومن حفظ لسانه ونحو ذلك فيطلق لسانه بالقيل والقال والغيبه والنميمة وقول الزور والسب ويتكاسل عن الواجبات وربما جرأ على بعض المحرمات وهذا هو الانتكاس نعوذ بالله من حاله فيجب على الإنسان أن يكون حريصا على فعل الخيرات كلها بعد رمضان وأن يكون مستمرا على صيام النوافل ومن ذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وعوصاه بثلاثة أمور يقول أبو هرير رضي الله تعالى عنه أوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وعن أوتر قبل أن أنام فيحافظ الإنسان على سنة الضحى قلها ركعتان لا تأخذ منك إلا ثلاث دقائق أو أربع دقائق في وقت طويل من بعد طلوع الشمس إلى ما قبل أذان الظهر بعشر دقائق من بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى ما قبل أذان الظهر برقع عشر دقائق أو ربع ساعة وقيام الليل أقله ركعة توترها قبل أن تنام وإن شئت فصلي ما بدا لك ثلث الليل أو نصفه أو زد أو انقص فكل يعمل على ما يطيق ولكن لا ينقطع عن العبادة وكذلك الصيام يوم الاثنين وصيام الخميس وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامهما ولما سئل عن ذلك قال هما يوما تعرض فيهما الأعمال على الله وأحب أن يعرض عملي وعن صائم فيؤدل الإنسان هذا وبعد ذلك تأتي عشر ذي الحجة التسعة الأيام من ذي الحجة يشرع صيامها والأعمال الصالحة فيها في العشر كلها هي أحب إلى الله من أي وقت وقد قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر يعني عشر ذي الحجة قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وصيام يوم عرفة يكفر السنتين السنة الماضية والباقية وكذلك صيام يوم عشورة يكفر السنة الماضية وصيام شهر الله المحرم كله فإن صيام شهر الله المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان كما قال عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم فيصومه الإنسان كله ويجتهد الإنسان في عمل الطاعات المتنوعة والمتعددة من أداء الزكاة وأداء الحج والعمرة وغيرها من سائر القربات وإذا تعود الإنسان على عبادة فإنه يلازمها ولا ينتكس وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله قال أدومه وإن قل متفق عليه فالإنسان يحرص على أن يدوم على الأعمال الصالحة من قيام الليل ما تيسر له وجعل حزب الله يقرأه من كتاب الله تعالى يواضب عليه طيلة السنة في كل يوم وكذلك محافظته على السنن الرواتب ومن حافظ على ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة والمراد بذلك السنن الرواتب وهي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وبين كل أذانين صلاة والإنسان ينتهز أوقات إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة ويحرص على متابعة المؤذن وكذلك يحرص على الدعاء عند نزول الغيث ويحرص على الدعاء في آخر الليل حيث ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا نزول يريق بجلاله وعظمته ويقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر الله هل من تائف فأتوب عليه فمواسم الخير مستمرة مع الإنسان الحريص على نفع نفسه والحريص على إعلاء منزلته عند الله تبارك وتعالى نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين ونسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه